التساع صباحاً وموعدنا مع مجازل أهم الأنباء مع دينا شرف شكر لك جومانا التساع صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينش مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصان مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين ومباشرة السلطات العامة لوظائفها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رؤساء المحاكمة الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكمة الدستورية والعليا الإفريقية وشدد الرئيس السيسي على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها واخترها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي فضلاً عن صون أمنها واستقرارها اختتم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيارته لمدينة شرم الشيخة التي امتدت على مدار يومين وذلك بمتابعة تنفيذ طريق السلام وتفقد السوق التجاري القديم بالمدينة وتابع رئيس الوزراء أعمال تطوير الميادين التي تصل إلى 13 ميداناً بالمدينة ومنطقة نبقى وأعمال تطوير طريق السلام وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد منطقة السوق التجاري القديم وقام بجولة في أنحاء المنطقة لمتابعة تنفيذ تطبيقات الهوية البصرية وأعمال رفع كفاءتها حمل الرئيس الأوكراني بلودمير زيلينيسكي روسيا مسؤولية انقطاع الكهرباء بشرق أوكرانيا واتهم زيلينيسكي في بيان له موسكو بأنها تعمدت استهداف بنى تحتية مدنية وفي وقت سابق تحدثت السلطات المحلية عن قصف استهدف بنى تحتية استراتيجية وأدى إلى انقطاع للكهرباء في مناطق واسعة بشرق أوكرانيا أعلنت روسيا أنها لن تبيع الغاز والنفط للدول التي قد تفرض صقفا لأسعارهما وأوضح وزير الطاقة الروسية نيكولاي شولجينوف أن فكرة تحديد صقف لسعر بيع الغاز والنفط في الأساس تعود لفريق محدود من دول الغرب وأضاف شولجينوف أن تحديد صقف أسعار النفط والغاز الروسيين لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للدول الغربية حضر رئيس الألماني فلانك فولتر شتاين ماير من ارتفاع عدد المواطنين المشردين بسبب ارتفاع الأسعار وقال الرئيس الألماني أن العائلات لم تعد قادرة على دفع الإيجار أو النفقات الإضافية بسبب ارتفاع الأسعار مما يعرضها لفقداني منازلهم ونعكثت آثار الأزم الأوكرانية على الوضع الاقتصادي في كثير من الدول حيث تجلت في ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية خاصة في أوروبا والولايات المتحدة ينقل اليوم نعش ملكة بريطانيا الرحلة إليذبث الثانية في موكب من قصر هول رود هاوس إلى كتدرائية سانت جايلز بمدينة إدنبرا وهي عاصمة أسكتلندا حيث سيبقى هناك لمدة 24 ساعة لسماح للناس بإلقاء نظرة الوضع وكان نعش الملكة إليذبث قد وصل إلى إدنبرا بعد 6 ساعات من مغادرة منزلها الصيفي في المرتفعات الأسكتلندية مرورا بعشرات الألاف الذين اصطفوا على جوانب الطرق والشوارع لتوديع الملكة الرحلة أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية في سويد تقاربا كبيرا بين كافة الأحزاب مما قد يجعل النتيجة النهائية مرهونة بمقعد أو مقعدين وبناء على الأصوات التي تم فرزها وتشمل 3-4 عدد مراكز الاقتراع سيحصل تكت اليمين على 175 مقعدا بينما سيحصل اليسار على 174 مقعدا وتأمل رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها الاشتراكية الديمقراطية ماجدلينا أنرسون في البقاء في السلطة مستندة إلى معسكر أحمر أخضر لولاية ثالثة من أربع سنوات لليسار امتدت حرق الغابات في ولاية كاريفورنيا الأمريكية إلى جبال وسط الولاية فيما بدأ عناصر إطفاء السيطرة على حريق كبير جنوب مدينة لوس أنجلوس بالولاية وأتى الحريق على منطقة تمتد على 16 ألف هكتار في أربعة أيام فقط بينما تم احتواء 10% فقط من الحريق وفي الوقت نفسه قالت السلطات في الولاية أن الرياح القوية تساهم في دفع الحريق باتجاه الشمال والشمال الشرقي مما يهدد دامئات المنازل ختام مجزء التاسعة فاصل ورد حدثكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر